ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت ولاية نورستان شرق أفغانستان إلى 113 قتيلاً فيما بلغ عدد المصابين 70 شخصاً على الأقل محسب السلطات المحلية وأقالت وزارة إدارة الكوارث إن حصيلة قتل الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة كاميديش بولاية نورستان ارتفعت إلى 113 مضيفة أن 70 على الأقل أصيبوا بجروح جراء الفيضانات وكانت وزارة الدولة لإدارة الكوارث والشؤون الإنسانية أعلنت خلال هذا الأسبوع أن الفيضانات دمرت ما لا يقل عن 60 منزلاً وتسببت في مقتل وفقدان الكثير من الأشخاص وتضم ولاية نورستان وهي منطقة جبالية غابات كثيفة معرضة سنوياً للفيضانات